أهمية عالمية كبرى يتمتع بها الممر الملاحي لقناة السويس لما يوفره من وقت وتكاليف وجهد للاقصاد العالمي إذ تبثل القناة أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب وكذلك أسرع طريق للعبور بين المحيطين الأطلسي والهندي من أهميتها ودورها المحوري في حركة الملاحة العالمية فإن هناك العديد من القواعد المنظمة لحركة الملاحة في القناة تضمن مصر على مداري تاريخها حرية الملاحة في المجرى العالمي وذلك وفقاً للمادة رقم 14 من قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975 والتي تنص على نوع لا يجوز أن تتخذ الهيئة التي تتولى القيام على شؤون المرفق وإدارته أي إجراء يتعارض مع حكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 29 من أكتوبر من عام 1888 والخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو أي شخص طبعياً كان أو اعتبارياً أي فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن وعلى ذكر اتفاقية القسطنطينية وبسعرات سريع لموادها نجد أن ماداتها الأولى تنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها وهي المادة التي لا تعطي لمصر الحق في منع مرور أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحد منهم على غيره هذه النقطة كدت عليها أكثر المادة الرابعة من التفاقية القسطنطينية والتي شددت على أن القناة البحرية تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر حتى للسفن الحربية التابعة للمتحاربين منحت لها الحق في عبور القناة ولكن في وقت أقصر ودون الرسو أو التزود بالوقود وبالتالي منعت تلك الاتفاقية مصر من حرمان أي سفينة من عبور الممر الملاحي لقناة سويس تحت أي مسمى وإلا ستكون مخالفة لأحكام القانون الدولي وقد يعرضها لعقوبات دولية كثيرة إذن هل يجوز لمصر أن تمنع عبور أي سفن من الممر الملاحي لقناة سويس بنظر إلى ما سبق فإن الإجابة حتما هي لا وهو الأمر الذي يفسره أكثر خبراء القانون الدولي الذين أكدوا أن ذلك يعدوا بمثابة إخلال من جانب مصر لالتزامتها الدولية فضلا عن أنه يعرضها لعدة أنواع من العقوبات إذن وبحسب المعاهدة فلا يجوز لمصر وقف الملاحة داخل القناة وذلك بموجب القانون الدولي إلا في حالة وحدة وهي أن تتعرض مصر نفسها لهجوم ما أو أن تعلن حالة الحرب مع دولة أخرى بحيث تؤدي العمليات القتالية لانعدام الأمن في المجرى الملاحي في القناة وهما سيؤثر بالفعل على سلامة السفن فيحق للدولة المصرية وقف الملاحة في تلك الحالة وفاقت مشاهدين كان هذا استعراض للقواعد المنظمة لحركات الملاحة في الممر البحري لقناة السويس والاتفاقيات الدولية التي تلزم مصر بضمان حرية الملاحة حتى في أوقات الحرب والسلم